بمناسبة يوم السلام العالمي أقيم في كاتدرائية البطرياركية اللاتينية في المدينة المقدسة قداس إلهي ترأسه غبطة البطريارك بير باتيستا باتسابالا بطريارك القدسي للاتين بمشاركة حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون وحضور ممثلي مختلف الكنائس في القدس وعرب غبطته في عضاة القداس عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عاماً لاستئناف حياة الكنيسة وتقوية أواصر الشركة بين الجميع في القدس في اليوم الأول من العام الجديد في عيد مريم والدة الإله ويوم السلام العالمي تم الاحتفال بالقدس الإلهي في كون كاتدرائية البطرياركية اللاتينية جنباً إلى جنب مع البطريارك بير باتيستا بيت سابالا بطريارك القدس للاتين شارك في الاحتفال لأفرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة وممثلون عن مختلف الطواف الموجودة في الأرض المقدسة وقال غبطته في عباطي لقد وصلنا اليوم إلى بداية عام جديد وتثار في قلوبنا مشاعر وأفكار مختلفة تراكمت في العام الماضي إنني أشير إلى الإرهاق وعدم الاستقرار الذي نقله إلينا الوباء ومع ذلك يجب أن نعترف بأننا شهدنا أيضاً الكثير من التضامن من العالم وبيننا ثم حظينا بلحظة جميلة في الكنيسة في مزارد الرفاق مع افتتاح السينودوس الذي أراده البابا فرانسيس الذي زار بدوره كنيستنا في قبرص وترك لنا دلاء السمينة لحياتنا الكنسية وأعرب غبطته عن أمنياته بالقول أود أن يكون عام 2022 عاماً لاستئناف حياة الكنيسة في هذه الفترة التي لا يستطيع فيها الحجاج القدوم يمكننا تنظيم رحلات حج لمقابلة إنسانية يسوع في أرضنا وفي أماكننا المقدسة ولدينا خبرات إيمانية جميلة وقوية نحن مدعونا هذه السنة لتقوية أواصر الشركة بيننا وفي النهاية أيضاً دعوة للجميع لنطلب شفاعة والدة الإله ونظرتها العمومية إلى كنيستنا في الأرض المقدسة وأن تنير من ولدت ابن الله هنا عائلاتنا ومجتمعاتنا الدينية وكنيستنا بأكملها في القدس بعد انتهاء الاحتفاظ للإفخارستي حان الوقت المناسب لتبادل التهاني يجب علينا رغم كل شيء أن نعتقد أن كل شيء ممكن لأنه مع الرب كل شيء ممكن إنها هدية العناية الإلهية التي تعلمنا أشياء كثيرة لقد تعلمنا الكثير من الأشياء يجب أن نتطلع إلى المستقبل مدركين جيداً المشاكل ولكن أيضاً مع الأمل واليقين بأننا سنعود إلى الحياة الطبيعية وأن الأماكن المقدسة سيعاد فتحها وأن بإمكاننا الاستمرار في العيش بشكل كامل كمجتمع أمنية من الكنيسة الأم من هنا من القدس أن نتعلم جميعاً في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بالأمومة الإلهية لمريم وندرك حب الأطفال وهبة الأمومة وعطية مريم كمصدر من النعمة والامتلاء للجميع بدل فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة اليوم مبكراً بالاحتفال بالإفخارستية في كنيسة القيامة وقد وصف الاحتفال بجواري مع مباركة عزيزة على القديس فرانسيس إن الاحتفال بعيد والدة الإلهة الذي حدده مجمع إفصص عقادياً هو عيد له أساسه في كلمة الله على وجه التحديد في ذلك المقطع الذي نقرأه كقراءة ثانية حيث يقول القديس بولوس إلى أهل غلاطية عندما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه المولود من إمرأة المولود في ظل النموس ليفتدي أولئك الذين كانوا تحت النموس عندما نقول إن مريم هي والدة الإله فإننا نقول إن يسوع ابن مريم هو حقاً ابن الله أما البركة فكانت المقطع من القراءة الأولى المخوذة من سفر العدد وهي البركة التي يعطيها رئيس الكهنة مرة في السنة في يوم الغفران ليبارك الناس ليكونوا قاربين من الله وكانت هذه النعمة عزيزة بشكل خاص على القديس فرانسيس أود أن أقول إنها أفضل أمنية يمكن تحقيقها هي الأمنية التي يعطيها الله نفسه لكل واحد مننا لمجتمعاتنا وللعالم كلي وحتى العالم الذي لا يزال اليوم خائفاً وفي ضيق من الوباء يجب أن يعرف أن الله يحرصنا وأن الله لا يزال يرحمنا حتى في عالم تسود صراعات وتوترات عالمياً ومحلياً وفي العائلات نحتاج إلى معرفة أننا في يسوع المسيح نجد السلام أيضاً تحيصني إلى معرفة أننا تونية أجلاء أيص بحايل الإستشعري اشتركوا في القناة